الدم والنار لم تكن تجربة عابرة في تاريخ الجماعة الظلمية الدموية ولا موقفاً دفعتها إليه الأحداث بل كانت القاسمة الأكبر من شخصية وبنية الجماعة الفكرية فضلاً عن تغلغلها في أسس البناء التنظيمي للجماعة التي عاشت عقوداً طويلة في الظلام وتتحرك في سرديبة تحت الأرض لتخرج من وقت لآخر لتقتل وتفجر لتحقيق أهداف الجماعة المسمومة ثورة الثلاثين من يونيو لم تدفع الإخوان إلى العنف بل أظهرت الوجه الخبيث للجماعة الذي حاولت إخفاءه ولم تجد بداً من إظهاره بوضوح حين وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع ملايين المصريين الذين التفوا حول وطنهم في حين التفت الجماعة حول مشروعها الدموي تصاعد عنف الإخوان بين ترويع المواطنين وإرهابهم من جانب والحرق والدمار والتخريب من جانب آخر وصولاً إلى الحرب الشاملة ضد الوطن بكل أركانه شعباً وجيشاً وشرطةً بتنفيذ هجمات إرهابية دموية بمساعدات تنظيمات الإرهابية العالمية مثل تنظيم القاعدة وداعش علاقة الإخوان بجميع تنظيمات الإرهابية أشهر من أن تحتاج إلى إثبات أو برهان وقد كان عام وصول الجماعة إلى السلطة العلامة الفارقة التي كشفت للعلن هذه العلاقة وكثير من قادة هذه التنظيمات بدأ إخوانياً ثم انشق عنها ليؤسس جماعته الخاصة أو يصبح قيادياً في جماعة أخرى بل إن تنظيم الإخوان منذ بدايته أسس جناحاً عسكرياً خاصاً به بهدف مدعاً هو إيجاد جيش من المسلمين بديلاً للجيش الوطني لكن السبب الحقيقي الذي أثبتته وكشفته الأيام هو محاربة وهدم الجيوش والدول الوطنية لكن الأيام أثبتت أيضاً حقيقة أكثر وضوحاً أن الأوطان بأبنائها تقبل التحدي وترفض أن تنكسره على يد جماعات الظلام